بسم الله الرحمن الرحيم محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة في الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علماً ننتفع به ولازلنا أيها الإخوة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي شيخ الإسلام وقدوة الأنام هذا الكتاب الذي شرح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أدلة الكتاب والسنة وهذان هما الأصلان الذين يجبوا الرجوع إليهما والأخذ منهما ولا يجوز لمسلم أن يحكم بغير ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن الكتاب والسنة فيهما الكفاية وهذا الدين كامل قد أكمله الله عز وجل لنا وأتم علينا به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فالقرآن هو الأصل الأول الذي يرجع إليه في استنباط الأحكام والسنة شارحة لكتاب الله عز وجل ومكملة له ومبينة لما أجمل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذه الأمة هي خير الأمم وهي التي اختار الله عز وجل لها أفضل رسول وأفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو المثال الذي يجب أن نقتدي به وأن نتأسى بسنته والله عز وجل أمرنا بذلك في كتابه الكريم قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وسنته شارحة للقرآن الكريم ومبينة له والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ونحن نقول هذا الكلام ونؤكده لأن بعض الناس يقول نأخذ بما في القرآن فقط وأما السنة فهي مشكوك فيها وهذا من أخطر الأمور فإن كثيرا من أمور الدين لم تأتي في القرآن وإنما جاءت في السنة فمثلا تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال ليس هذا في القرآن وإنما هو في السنة وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في النكاح هذا لم يأتي في القرآن وإنما جاء في السنة أنصبة الزكاة أمور الديات كثير من أمور الدين إنما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتينا بعض الناس يقول إن السنة مشكوك فيها فلا نأخذ إلا بكتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث المقداد بن معدي كرب فهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة من علامات نبوته حيث أنه أخبر قبل ألف وأربعمائة عام أن بعضه أنه سيأتي في آخر الزمان من ينكر السنة ومن يقول إنما نكتفي بما في القرآن وهذه مسألة خطيرة فإن أمور الدين كلها في القرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة القيمة العقيدة الواسطية بيّن فيها مصادر التشريع ومصادر أدلة الأحكام وأن هذا الدين هو الدين الوسط وهو الدين الكامل والله عز وجل أكملنا لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه كائنا من كان ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة نعم هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة من مكارم الأخلاق ومما دعا إليه الإسلام فهذه الأعمال الصالحة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هو ما تميز به أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو غير أبرار فهذا مذهب أهل السنة والجماعة جرون إقامة هذه الأعمال الصالحة كلها مع كل أمير برًا كان أو غير بر وذلك لتلتئم الأمة وتقوم مصالحها ولا يجوز الخروج على الأئمة ولا الجهاد بغير إذنهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعقد رايات الجهاد وهو الذي يعين قادتها فلا يجوز لمسلم أن يفتات على ولي الأمر وأن يجاهد من عند نفسه دون إذن ولي أمره كما هو معروف في شروط الجهاد التي ذكرها أهل السنة والجماعة فلذلك ذكر الشيخ قبل ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ذكرنا في الدرس السابق بعض شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يكون عالماً وفقيهاً بما يأمر به وعالماً وفقيهاً بما ينهى عنه وأيضاً أن يكون متحلياً بالرفق والإحسان والصبر على من يأمرهم أو ينهاهم هذه أخلاق المؤمنين وأخلاق الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وإذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالرفق ومجادلة أهل الكتاب وهم غير المسلمين بالتي هي أحسن فما بالك بأخيك المسلم الذي إذا وقع منه معصية أو خطأ فعليك أن ترفق به وأن تأخذه بالحلم والرفق والصبر لأن صاحب المعصية كالمريض يحتاج إلى علاج والطبيب لا بد أن يأخذه بالرفق واللين حتى يزيل ما عنده من هذا المرض لأن المعاصية تعتبر أمراضا في الأمة فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يأمر بشيء إلا وهو عالم وفقيهم بأن هذا من الدين ولا ينهى عن شيء إلا أن يعلم أن الله عز وجل قد نهى عنه وحرمه وأن يكون حليما على من يأمره أو ينهاه ويكون رفيقا به وأن يكون محسنا إليه وأن يكون محتسبا للأجر فيما يأمر به وفيما ينهى عنه وقد ذكر بعض العلماء شروطا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مثل ما ذكرنا وزاد بعضهم أنه لا بد أن يعلم بحال المأمور هل هو ممن يوجه إليه الأمر والنهي هل هو من المكلفين أو من غير المكلفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته عالما أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أم لا فلو رأى شخصا داخلا للمسجد وجلس فإنه يسأله هل صلى ركعتين تحية المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل إلى المسجد وهو يخطب يوم الجمعة فقال له هل أديت تحية المسجد هل صليت ركعتين قال لا يا رسول الله قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما ومثلا بعض الناس مثلا يرى تحريم تسجيل آيات القرآن مثلا على الأشرطة الكاسيت أو غير السيديات أو غيرها من غير أن يكون عنده دليل ويزعم أن هذا فيه إهانة للقرآن وأن هذه الأشرطة قد ترمى في أي مكان فينهى الناس عن أن يسجل القرآن على هذه الأشرطة لظنه أن ذلك منكر فنقول له إن المنكر الذي تنهاهم عنه عن شيء لم تعلم وتتحقق أنه منكر وهذا أيضا في العبادات فلو رأى رجلا يتعبد بعبادة لم يعلم أنها مما أمر الله بها أو مما نهى الله عنها لأن الأصل في العبادات المنع فلا بد أن يكون عالما بأن هذه العبادة مشروعة وعليها دليل من الكتاب أو من السنة أيضا أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والتغيير باليد يكون لصاحب السلطة وللإنسان في بيته وفي رعيته التي تحت بيته تحت يده والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمسلم إذا رأى منكرا في بيته فواجب عليه أن يغيره لأنه يستطيع وإذا رأى منكرا في غير بيته فإن هذا للسلطة فإن استطاع أن يغير وهو من أهل الحسبة من غير أن يحدث منكرا لأنه لا يجوز للمسلم أن يغير منكرا بمنكر أشد منه وأكبر منه فإن لم تستطع فبلسانك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأيت أخاك على معصية أو جارك فعليك أن تناصحه بالتي هي أحسن إذا رأيته يتأخر عن الصلاة أو لا يصلي في المسجد أو رأيت عليه شيئا من المعاصي فعليك أن ترفق به وأن تناصحه وأن تأخذه بالتي هي أحسن فإن لم تستطع الأمر بيدك ولا بلسانك فعليك أن تنكر هذا المنكر بقلبك وأن تحس أن هذا منكرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان كيف بكم إذا أدركتم زمانا يرى الناس فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله وهذا عند تغير الأحوال وتغير المفاهيم وانتكاس الموازين يرى الناس المعروف منكر ويرون المنكر معروفا وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف والعياذ بالله وهذا عند فساد الأمة وعند دروس الشريعة وعند سكوت الناس عن المنكرات فتزيد هذه المنكرات في الأمة فلابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من أصول أهل السنة والجماعة بل إن من العلماء من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركناً سادساً من أركان الإسلام ثم أهل السنة والجماعة يرون الإقامة الجمع والأعياد والجهاد والحج مع الأمراء أبراراً كانوا أو غير أبرار فلابد من إقامة هذه الشعائر الدينية مع الولاة الأمور أيضاً من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفزدة أعظم من تلك المعصية فإن ترتب عليها منكراً أكبر فإنه لا يجوز له أن يغير أيضاً إذا تحول ذلك المنكر إذا نهى عنه تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم منه فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن ينهى دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما مثال ذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم لا تسب آلهة الكفار وأصنامهم ومعبوداتهم فيؤدي ذلك إلى أن يسبوا الله عز وجل لأن الله هو معبودك أيها المسلم فلا تسب آلهة أولئك فيؤدي إلى منكر أعظم أن يسبوا الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم فإن سب آلهة المشركين هذا أمر مطلوب أصلاً لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين وهو سبهم لله تعالى عدواً بغير علم فإنه حينئذ لا يجوز أيضاً الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يأمر بالمعروف وأن يحرص على أن يأتيه وأن يترك المنكر ويجتنبه ليكون هو قدوةً لغيره من المسلمين أما إقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو غير أبرار فإن المقصود بالأبرار هو كثير الطاعة فأهل السنة والجماعة يخالفون أهل البدع كما سيأتي معنا من الخوارج والرافضة وغيرهم فإن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر في ذلك لا يرون الجهاد ولا إقامة الجمع والأعياد مع من يفعل الكبيرة وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو غير أبرار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أميراً على الحج ولا زال الخلفاء والأمراء والملوك يعينون أميراً على الحج فيجب طاعتهم حتى لو ارتكبوا الكبائر فإن مذهب أهل السنة والجماعة إقامة هذه الشعائر مع ولاة الأمور أبراراً كانوا أو غير أبرار خلافاً لما عليه الخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً لأن من أصولهم ومن قواعد الخوارج أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ويخرج من الدين والعياذ بالله والخوارج مذهبهم من أخطر المذاهب لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة فالزاني عندهم كافر وشارب الخمر عندهم كافر والقاتل عندهم كافر وهو في الدنيا يحكمون عليه بالكفر وفي الآخرة خالد مخلد في النار إذا مات ولم يتب من كبيرته وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا ارتكب كبيرة والمؤمن إذا ارتكب معصية من الكبائر فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وإذا مات ولم يتب من هذه الذنوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لأن ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر له بل إن من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم قوم استحقوا النار يوم القيامة من المسلمين من الموحدين فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا النار وهم من أهل المعاصي وأهل الكبائر لأنهم ماتوا على التوحيد بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها وهم من أهل الكبائر لكنهم من أهل الإسلام من أهل التوحيد لا يخلد في النار إلا المشركون لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك لإن أشركت ليحبطن عملك فالمشرك لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدن والعياذ بالله والشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذب عليه بقدر هذا الذنب وإن شاء غفر ابتداءا ولا يدخل النار ببركة التوحيد يا ابن آدم لو أتيتني في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهذا من فضل الله والشرك من أعظم الذنوب وأخطرها كالذين يذهبون إلى الأولياء وإلى أصحاب القبور وإلى غيرهم يذبحون لهم أو يدعونهم من دون الله أو يطلبون منهم شفاء المرضى أو رد الغائب أو يطلبون منهم الولد أو الزوج أو غير ذلك لا تطلب هذه الأمور إلا من الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فلا يجوز الذبح عند القبور ولا عند الأولياء ولا النذر لهم ولا إهداء الذبايح والهدايا لهم فإن هذا من الشرك ومن وسائل الشرك والعياذ بالله ولا يجوز أن تدعو أصحاب القبور ويزعمون أنهم أولياء وأن لهم تصرف في الكون وأن لهم قدرة على شفاء المرضى ورد الغائب وإغناء الفقير وتزويج العانس كل هذه ما يستطيع إلا الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي بيده الخير وهو الذي عز وجل يعز ويذل وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يعيي ويميت وهو الذي يعلم الغيب هؤلاء الأموات لا يستطيعون أن ينفعون أنفسهم فكيف بك أن تطلب منهم شيئا هم أعجز من أن ينفعوا أنفسهم في قبورهم فهؤلاء الجهل والعياذ بالله يقعون في الشرك وهم لا يعلمون والحق على علمائهم وعلى طلبة العلم عندهم في تلك البلدان أن يأمروهم بالمعروف ويدلوهم على التوحيد وينهوهم عن الشرك لأن لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا الذي يذهب إلى صاحب القبر ويدعوه مع الله عز وجل أفسد صلاته وصيامه وحجه وزكاته وأعماله الصالحة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثوره لئن أشركت لا يحبطن عمله الشرك مفسد للعمل ومبطل للأعمال فهؤلاء الخوارج والعياذ بالله سووا بين مرتكب الكبير وبين المشركين إذا مات ولم يتب فهو عندهم خالد كافر في الدنيا خالد مخلد في النار غير من الفرق المعتزلة يرون أنه ليس بمؤمن ولا كافر مرتكب الكبير لكن في الآخرة إذا مات ولم يتب حكمهم مثل الخوارج يقولون خالد مخلد في النار والعياذ بالله نأتي إلى الرافضة لا يرون الرافضة إقامة الحج ولا الجهاد ولا الجمع ولا الأعياد إلا مع الإمام المعصوم والإمام المعصوم عندهم ما خرج وهم ينتظرون هذا الإمام متى يخرج فلا يقيمون الجهاد ولا الحج ولا الجمع ولا الأعياد وأن الأمة الإسلامية منذ غاب الإمام المنتظر ليس لهم إمام وهذه من ضلالات الرافضة والعياذ بالله لكن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء مع الأمراء أبراراً كانوا أو غير أبرار وهذا من أصول أهل السنة والجماعة والذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف هو الخروج على الأئمة الخروج على الأئمة لا يورث إلا شراً ويوقع في الفتن وفي سفك الدماء فأهل السنة والجماعة من أصولهم إقامة هذه الشعائر الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً أو غير أبرار والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة أولاة الأمور وقال أدو الذي عليكم وأدوا الحق الذي لهم وسلوا الله عز وجل الحق الذي لكم أيضاً أهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات فيحافظون على إقامة الجماعات في الصلوات الخمس يحافظون عليها محافظة تامة فإذا سمعوا النداء أجابوا الصلوات مع المسلمين ومع أئمة المسلمين فمن لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس فقد فاته شيئاً من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من تلك الجماعات وأيضاً من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة للأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كررها ثلاثاً قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصح للأمة هذا من أصول أهل السنة والجماعة يدينون الله عز وجل به ويتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة ويعتقدون أن ذلك ديناً دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام والنصح للأمة هذا من أصول أهل السنة والجماعة فالنصيحة لله ولكتاب الله عز وجل النصيحة لله هو الإخلاص لله عز وجل وصدق الطلب في الوصول إلى مرضات الله عز وجل هذا هو الإخلاص لله عز وجل والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الصدق لاتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلزم ذلك الدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فالنصيحة للقرآن الكريم ببيان أنه كلام الله بتلاوته والعمل به والاهتداء بهديه وبيان أنه منزل من عند الله غير مخلوق وأنه يجب تصديق ما جاء في القرآن الكريم من الأخبار وامتثال ما فيه من الأحكام وأن يعتقد ذلك في نفسه وأن يبلغ إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا أما النصح لولاة المسلمين وأئمتهم فكل من والله الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك كالأمير والوزير والمدير والرئيس وإمة المساجد وعامتهم وفهؤلاء يجب طاعتهم في المعروف طاعة ولاة الأمور في المعروف هذا هو الواجب على المسلم أن تطيعهم فيما أمر الله عز وجل به وفيما يكون من المعروف ومن الحق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل وأما النصيحة لعامة المسلمين وهم التابعون للأئمة ومن أعظم أئمة المسلمين الأمراء والعلماء والنصيحة للعلماء المسلمين هو نشر محاسن العلماء والكف عن مساوئهم تجد بعض الناس وبعض طلبة العلم هداهم الله يتتبعون زلات العلماء فيدفنون محاسنهم وينشرون مساوئهم ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه من ذا الذي ما ساء قط كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة للأنبياء أما العلماء فقد يخطئون ولكن خطأهم مغفور في جنب محاسنهم ودعوتهم وبثهم العلم للمسلمين لذلك النصيحة لعلماء المسلمين هو في نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب إذا كان عند العالم خطأ فأنت ترشده بالحكمة وبالموعظة الحسنة لا تخدش كرامته ولا تحط من قدره ولا تشهر به لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ومنزلتهم هذا فيه ضرر على عموم المسلمين لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وسقطت هيبتهم فلا يأخذون بقول أحد منهم ولذلك يجب إجلال العلماء ومعرفة قدرهم ومنزلتهم والذب عنهم وإذا كأخطأ العالم فعليك مناصحته لأنه بشر يخطي ويصيب ينسى وقد يقعوا فيما يخالف الدليل وقد يخفى عنه الدليل ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر لهم أعذارا يعذرون به فالعالم قد لا يصله الدليل العالم قد يفهم فهما آخر غير ما يفهمه وغيره قد يجانبه الصواب فلا يؤدي ذلك إلى تجريحه والحط من منزلته فكل يخطي ويصيب إلا المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك وغيره قال كل يأخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وانقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران فأنت تذمّا على شيء يؤجر عليه إذا اجتهد الحاكم واجتهد العالم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فلا يؤدي هذا إلى أن تحط من قدره ومن منزلته وتسبه عند الناس وهو قد أخطأ في مسألة يؤجر عليها فلا يجوز لطالب العلم ولا لعامة الناس أن يحطوا من قدر العلماء ومن منزلتهم بل يجب عليهم أن يعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم ومعاناتهم في طلبهم للعلم وما حصلوه من معلومات إنما هو بجهودهم وما فتح الله عز وجل عليهم به وأما النصح للأمة فالنصح للأمة يشمل جميع الأمة لعامة المسلمين أئمة وعامة فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم وكان مما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم بايعوه على الجهاد في المنشط والمكره وعلى أثرة عليهم وبايعوه على النصح لكل مسلم كما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما فهذا هو ميزان الأمة للحق وميزان أهل السنة والجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة بالإحسان إليهم وببيان الحق لهم بالرفق واللين والحلم ومن أيضا من ما يتميز به أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتماع المسلمين وتعاونهم وتوادهم وتآخيهم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليدل على أن بعضهم يؤيد بعضا ويقوي بعضا فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم شبه مؤازرة المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا وما تسلط أعداء الإسلام على المسلمين إلا لما تفرقوا وتفرقت كلمتهم وتشتت أمورهم تسلط عليهم أعداءهم لكن لو كان المسلمون على يد واحدة ومتعاونين ومتآخين ومعتصمين بالكتاب والسنة لما استطاع عليهم أعداءهم والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فقوة المسلمين في اتحادهم وفي اعتصامهم بالكتاب والسنة وفي عدم التنازع فيما بينهم وفي التآخي والتعاون فيما بينهم الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المؤمن للمؤمن المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لو وعى المسلمون هذه التعليمات النبوية هل يقع بينهم الظلم والتناحر والتدابر وسفك الدماء لزوال الدنيا على الله عز وجل أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم سفك الدماء من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين ومن الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إنما المؤمنون إخوة لكن الأصابع إذا تفرقت فإنها تضعف وإذا اجتمعت فإنها تقوى فهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بأنه كالبنيان يشد بعضه بعضا فأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك ويطبقونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم هذه هي تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة أنهم كالجسد الواحد فلو أصاب جزءا من البدن كالخنص مثلا الإصبع الصغيرة أو العين أو الأذن أو الأنف أو شيئا من الجسد فإن الجسد كله يسهر لهذا الجزء من الجسد فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم أي مودة ومحبة بعضهم لبعض مثل الجسد الواحد في تراحمهم ورحمة بعضهم لبعض وعطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد أي أنهم يشتركون في آمالهم وفي آمالهم يرحم بعضهم بعضا فإذا احتاج بعضهم إلى بعض تعاونوا وتآزروا وتآخوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم تغدو فيه فتصلح بين اثنين صدقة لك كل يوم تحمل حاجة أخيك المسلم وتساعده في حمل حاجته فإنما هي صدقة عندما قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة وتصلح بين اثنين صدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف فهذا هو الأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس هذا مما أمر به الشرع فالمسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتآخيهم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا ويرحم بعضهم بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا هي أصول أهل السنة وعقيدتهم وما يدعون إليه من مكارم الأخلاق يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء يعني يأمرون أن يأمر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء الصبر الإيمان قسمان الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر نصف الإيمان صبر لا إيمان لمن لا صبر له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال العلماء إن الصبر ذكر في الإسلام في القرآن أكثر من أربعين مرة وبعضهم عدوا إلى سبعين مرة ذكر الدعوة إلى الصبر فلا إيمان لمن لا صبر له ومنزلة الصبر من الإسلام كمنزلة الرأس من الجسد لا بد من الصبر الصبر هو حبس النفس عن التشكي وعن اللسان عن التصخط واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب هو حبس النفس لا بد أن يصبر العبد إذا أصابته مصيبة أو أصابه بلاء في نفسه أو في قريبه أو في من يحرص على في من يحبه من قرابته أو من أهله أو من جيرانه فأصابه بلاء فإنه عليه أن يصبر وأن يحتسب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالصبر هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التصخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارع والبلاء هو المصيبة والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالصابرين على البلاء وأشد الناس بلاء هم الأنبياء كما جاء في الحديث في الصحيح وفي غيره وبوّب الإمام البخاري في صحيحه باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء هم الأنبياء كلما قوي إيمان العبد كلما اشتد عليه البلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى ويوعك كما يوعك الرجلان من المسلمين ودخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك من شدة الحمى قال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال ابن مسعود ذلك أن لك أجراني يا رسول الله قال أجل ما يصيب المسلم من هم ولا مرض ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عن سيئاته ورفع الله تعالى بها من درجاته ولما دخل على رجل وهو مريض قال له طهور إن شاء الله قال بل حمى تفور يا رسول الله قال طهور إن شاء الله فما يصيب المسلم من مرض أو بلاء أو نقص في مال أو ولد أو غيره من مصائب الدنيا فهو يحتسب عند الله عز وجل الأجر فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أخلاقهم التي يتميزون بها أنهم يصبرون عند البلاء فيتميزون بالصبر والاحتساب ويعلمون أن وهذا حقيقة الإيمان بالقضاء بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها يؤمنون بكتابة الله عز وجل للمقادير وأن الله علمها وأنها ستقع كما قدرها الله عز وجل فهذا من عقيدة وأخلاق أهل السنة والجماعة الصبر عند البلاء أفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وهي تبكي على قريب لها فقال لها اصبري واحتسبي قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اصبري واحتسبي قالت إليك عني وهي لا تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصب مصيبتي فقال لها الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك هذا الكلام هو نبي الله عليه الصلاة والسلام فذهبت إلى بيته تعتذر فقالت يا رسول الله والله ما علمت أنك الذي تقول هذا الكلام اصبري واحتسبي قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند بداية الصدمة وشدتها يتبين صبر المسلم وتحمله فيصبر ويحتسب ويحبس نفسه ولذلك ورد في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه والملائكة تؤمن على ما يقول أهله وأقاربه فالواجب إذا مات الميت عند الأهل والأقارب أن لا يقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقولون ولذلك إذا قال الناس أثنوا على هذا الميت خيرا قالت الملائكة وجبت وجبت وإذا أثنوا عليه شرا قالت الملائكة وجبت وجبت الناس هم شهداء الله في أرضه فلذلك الصبر عند البلا هذه من أخلاق أهل السنة والجماعة فلا يلطمون وجوههم ولا يخمشونها ولا يشقون جيوبهم ولا يصيحون ولا ينيحون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة على الميت ونهى عن رفع الصوت عن الصالقة والحالقة الصالقة التي ترفع صوتها عندما يموت لها القريب والحالقة التي تحلق شعرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إذا لم تتب فإنها يوم القيامة تبعث وعليها سربال قطران ودرع من جرب والعياذ بالله وسربال من نار فهذا في النهي عن الصياح وعن شق الجيوب ولطم الوجوه عند المصيبة على المسلم أن يصبر وأن يحتسب وأن يمسك نفسه لكن الله عز وجل لا يؤاخذ على حزن القلب وعلى دمع العين فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم ولما طلبته إحدى بناته وهي زينب أن يأتي إلى بيتها ليرى طفلها وهو يحتضر وهو مريض فقال مروها فلتصبر ولتحتسب فأرسلت رسولاً آخر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى بيتها وهو أبوها عليه الصلاة والسلام فجاء إلى بيتها ونفس صبي تقعقع تطلع وتنزل روحه في جسده فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الطفل فقال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله يعني أنت تبكي على هذا الطفل قال إن هذه رحمة أنزلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين لكن يؤاخذ بلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة والصياح على الميت هذا لا يجوز هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان إلا ويبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحته وإما في بلده وإما في المسلمين عامة ويكون ذلك إما مصيب في الدين أو مصيب في الدنيا فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر في الحالين الصبر على بلاء الدنيا بأن يتحمل تلك المصيبة والصبر على بلاء الدين بأن يثبت على دينه أن يثبت على دينه ولما اشتك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقون من الكفار وهو مستند على الكعبة واضعا ظهره صلى الله عليه وسلم مستندا إلى الكعبة فقال لهم والله ليتمن الله هذا الدين ولكنكم تستعجلون فاصبروا ولقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله ويضع السيف على رأسه ويفلق فلقتين ما يرده ذلك عن دين الله فاصبروا واحتسبوا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على البلاء في الدين الله عز وجل يقول في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لا بد من الصبر على الابتلاء في الدين والله عز وجل يقول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ عذاب الله فلا يجوز لك أن تسوي بين فتنة الناس وبين عذاب الله فعذاب الله أشد فلا بد أن تثبت على دينك حتى لو ابتليت في نفسك وفي مالك وفي أهلك فعليك أن تصبر وأن تحتسب لدينك فهذا هو منهج وخمق أهل السنة والجماعة أنهم يصبرون عند البلاء لا سيما بلاء الدين ويثبتون ويدعون الله عز وجل بأن يثبتهم يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد فقدت عائشة رضي الله عنها ليلة من الليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من بيتها فوجدته ساجدا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن يثبته على دينه فقالت يا رسول الله تقول ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلابد للمسلم أن يصبر على البلاء وأن يثبت على دينه لأن الثبات على الدين والصبر عليه عاقبته حميدة عاقبته الجنة عاقبته رضوان الله عز وجل وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصبرون في الجهاد في جهاد الكفار ويصبرون على ما يلاقون من أذى وهذا هو واجب المسلم أن يصبر وأن يحتسب ما يصيبه في دينه والصبر على البلاء الصبر على طاعة الله طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر والصبر عن معصية الله الصبر عن المعاصي هذه تحتاج إلى صبر الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة هذا من الصبر فالصبر على ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان فالصلاة تحتاج إلى صبر والصيام يحتاج إلى صبر والجهاد يحتاج إلى صبر والحج يحتاج إلى صبر الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة في النفس وهذا هو واجب المسلمين في هذه المسائل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك العبد ورسوله محمد صحيح